بعد التدهور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، أصبح الكثير من المستثمرين يتساءل عن أفضل طريقة وأضمن وسيلة للاستثمار الذهب أم العملات والشهادات والعقارات. ومع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، يرى الكثيرون أنها الوسيلة الأضمن فيه للدخار، إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن الذهب أفضل وسيلة للدخار الأموال الفائضة عن الحاجة أو التي يدخرها الفرد تحسبا لتقلبات الاقتصاد العالمي، وحتى إنه أفضل من العقارات، والسبب أن الذهب خفيف الوزن وسهل النقل. فلو كنت تدخر أموالك في أرض أو شقة، لن تستطيع نقلها لبلد آخر، بينما الذهب سهل النقل مثلا. ويعد الذهب ملازا آمنا بمعنى أنه يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي. فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع أعداد البشر يزيد الطلب عليه، وبالتالي يستمر ارتفاع سعره، ومن الممكن تجزئة الزهب عند بيعه مثل بيع عدد جرامات منه وليست كله، بينما العقارات لا تستطيع إلا بيع الشقة كاملة وليس غرفة. وأما الاستثمار في العملات الأجنبية من خلال تحويل المبالغ المالية إلى عملات أجنبية وتحديدا الدولار، فبالرغم من أنه أقوى عملة في العالم، إلا أنه يبقى مجرد ورق. ولكن نظرا لقوة التي تنبع من كونه عملة الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا، فإنه يعد جيدا للإدخار. ولكن عند مقارنة مع الزهب أو العقارات، فلا يجب اختيار الدولار لأنه يبقى مجرد عملة قد تتعرض لتراجعات كبيرة. ويمكننا التأكيد على أن الزهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للإدخار، على الأقل إن لم يكن للاستثمار والربح. وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الزهب، إلا أنه يكفيهم أن الزهب هو الملاذ الآمن. بينما تبقى العملات مجرد أوراق، فالعالم مليء بالمشكلات السياسية والاقتصادية، وكل ذلك سوف يدعم الزهب مستقبلا. ويعد الزهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الزهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع، مثل النفط والدولار وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى. كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا، فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره، سيواصل الزيادة على المدى البعيد. ولذلك يعتبر الاستثمار في الزهب هو الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى. ويمكن الاستثمار في الزهب عن طريق شهادات إيداع الزهب، وهي شهادات تصدر من جهات معينة مثل البنوك وبفئات محددة وتكون بديلا للزهب الفعلي. ويمكنك التداول يوميا عبر هذه الشهادات بالبيع والشراء دون الحاجة لشراء الزهب أو تخزينه. ويمكن استرداد قيمتها كسبائك زهبية، كما يكون البيع والشراء بسعر محدد. وتتنوع طرق وأنواع المتاجرة في الزهب بين الادخار والاستثمار وسوق البورصة. فهناك الكثير من الناس الذين يريدون شراء الزهب بعرض الادخار وحفظ الأموال، وهو يعتبر استثمارا ناجحا جدا. لكن لا بد على المستثمر أن يتعامل مع الزهب بطريقة صحيحة حتى لا يتعرض للخسائر. ترجمة نانسي قنقر